طيب حكينا نحن عن الإي كوميرس محمد فضل يا محمد عندك شي تحكي يعني أعتبر التعليم الإلكتروني تجارة إلكترونية تعليم الإلكتروني هو الإي كوميرس حقيقة في تبادل أموال في بيع وشراء هلأ أنت لما دفعت رسومك بشكل إلكتروني هذا يعتبر إي كوميرس أنك أنت دفعت رسوم مثلا قبولك في الجامعة أو رسوم الفصل الأول دفعت بشكل إلكتروني ورح تحصل عليه أنت الآن بشكل إلكتروني فيعتبر إي كوميرس لكن لما تحكي على التعليم الإلكتروني هذا بده نظر صراحة أنا يا محمد بده نظر سياسي أسلام دكتور أعيك الله طيب أكي الآن ننتقل النوع لمثال آخر اللي هو الإي بزنس الإي بزنس اللي هو الأعمال الإلكترونية اللي هي أعمال الإلكترونية الأعمال الإلكترونية بتشمل بتشمل عملية بيع البضاعة والخدمات بشكل إلكتروني بتشمل عملية ما يسمى بيع وشراء هاي البضاعة والخدمات بشكل إلكتروني فالإي كوميرس هي عبارة عن جزء من الإي بزنس الإي كوميرس هي جزء من الإي بزنس والإي بزنس هي الأعم هي الأعم أي عملية خدمة للزبائن بشكل إلكتروني أنا ممكن أعتبرها إي بزنس كمان عملية الكولابوريشم التعاون مع البزنس بارتنرز إن الشركة تتعاون بشكل إلكتروني مع شركاء آخرين مع الكستمرز عفوا مع السبلايرز كمان هذا التعاون بيناتهم بشكل إلكتروني كمان يعتبر إيش؟ يعتبر إي بزنس كمان عملية أي تبادل معلومات وبينات بشكل إلكتروني داخل نفس المؤسسة كمان أنا بعتبره إيش؟ بعتبره إي بزنس اللي هو أعمال إلكترونية فمثل ما حكيت الإي كوميرس يعتبر جزء من الإي بزنس الإي بزنس بشمل الإي كوميرس وبشمل أي عملية خدمات للكستمر بشكل إلكتروني بشمل الآن تعاون ما بين المؤسسة مع مؤسسات تانية اللي هم البزنس بارتنرز بشكل إلكتروني فهذا كلياته عبارة عن إي بزنس والإي كوميرس اللي هو رح يكون عبارة عن عملية بيع وشراء البضاعة ما بين المؤسسة ما بين الكستمرز اللي لإلها بالنسبة للسؤال الطالب هلأ إنه تعليم الإلكتروني عن بعد تعليم عن بعد رح يكون أكيد عبارة عن إي كوميرس نعم رح يكون هو عبارة عن إي كوميرس طيب أوكي الآن هذو هما آخر مثالين كيف الآن الشركة كيف رح يكون فيه ريسبونس للشركة للبراشرز اللي عليها نرجع للسلايد السابق حكينا عن يعني استراتيجيك سيستم الكاستمر فوكس الماكتو أوردر الماس كاستمايزيشن الإي بيزنس والإي كوميرس هذو هما عبارة عن الريسبونس للأورجنزيشن الريسبونس هي موجودة في حياتك موجودة في كثير أماكن بتروح عليها مثلاً بدك أنت الآن تطلع بسيارة تاكسي فيه ناس بتطلع بالتاكسي العادي مع بعض الدس أدفاندج الكثير اللي نحنا كلنا بنعرفها الآن ممكن أنك تطلب أنت تاكسي عن طريق أوبر أو عن طريق كريم اللي هي تطبيقات الحديثة هذا الإشي بيساعدك وخدمتهم ممتازة ومراقبة وما بيقدر يعمل لك أي إشي نهائياً وبالعكس بتصرف معك بطريقة كثير ممتازة وإذا أنت ساقة التاكسي أوبر ما عجبك أنت بتقيمه أنت بتقيمه تقييم واطي بتقييم واطي تفصله عن العمل بينما بينما الخدمات التقليدية كلنا بنعرف الآن شو بعضنا بواجه فيها مثلاً بدك أنت الآن تروح على أي دائرة حكومية أغلب الدوائر الآن حكومية عم بيستخدموا الانفورميشن تكنولوجي والانفورميشن سيستم فإذاً وابد تكون عندك معرفة بالانفورميشن سيستمز الآن كثير من دوائر الحكومية عم يطلبوا من الناس أنه يدفعوا بشكل إلكتروني لأنه بتعرفوا هلأ عم موضوع الكورونا عم موضوع التباعد ما بين الناس عم يصير توسع بشكل توسع للخدمات الإلكترونية فالآن بعض الناس يكون زلمي عمروا خمسين وستين سنة صعب يتعامل مع الكمبيوتر وكذا هذا رح يواجه صعوبات ليش؟ لأنه الانفورميشن سيستمز موجودة في كل حياتنا موجودة في الدوائر الحكومة موجودة في قطاع الخاص خدمات أشياء كثيرة أنت الآن مضطر أن تتعامل معها فإذن عشان هيك الانفورميشن سيستمز مهمة وهي أكيد الآن مهمة جداً في حياتنا هي أصلاً قلبة حياتنا قلبتها بشكل كبير جداً أنت الآن عن طريق التليفون اللي معك عم تتصفح الأخبار بالعالم كلها وعم تشوف أي معلومة بدك إياها بدك تتعلم أي شغلة مثلاً لغة برمجة بدك تتعلم مجال معين أنت الآن عن طريق اليوتيوب أو عن طريق مواقع الإنترنت بتقدر أنك تأخذ كمية ضخمة جداً من المعلومات الانفورميشن سيستمز الآن ساعدت الدولة وساعدت الآن قطاع الخاص بشكل كبير جداً عن طريق أرشفت البيانات اللي عندهم متخزين بيانات هاي على كمبيوترز وأكيد التعامل مع الكمبيوتر رح يكون سريع جداً فبالتالي هي ساعدت الشركات ساعدت القطاع العام ساعدت القطاع الخاص ساعدتنا نحن كأفراد وكلنا الآن نحن منلاحظ أنه الانفورميشن سيستم والآي تي موجودة في حياتنا بشكل كبير جداً أوكي الآن النقطة الثانية الانفورميشن سيستمز أفر كرير أفر كرير أفرشيونيتي الآن الانفورميشن سيستم بتوفر فرص عمل بتوفر فرص عمل والآن كلكم أنتوا طلاب آي تي أكيد عم تدرسوا الآي تي عم تدرسوا في كلية الآي تي ليش؟ لأنه عم تتوقعوا أنه في فرص عمل والآن الطلب على المبرمجين في طلب كبير جداً وطلب على الناس اللي بيعملوا تحليل للأنظمة اللي هم سيستم أنيليست لأنه كل الشركات في العالم الآن عم يستخدموا الانفورميشن التكنولوجيا بشكل كبير فكل الشركات بيحاجة لأقسام آي تي بيحاجة لبروغرامر بيحاجة لمحللين نظم الآن بعد فترة بعضش أو أغلب الشركات رح يتحولوا إلى عفواً رح يحتاجوا أبس ثلاثة طبيقات أب لأنه كل الناس عنده تتريفونات حديثة وصال الواحد الآن لو في مؤسسة إلها أب بيصير بتواصل معها بشكل سريع جداً بدل ما أنه يدخل على الانترنت أو بدل ما يتواصل معها فاستو فيس فبالتالي الآن الانفورميشن سيستم بتوفر فرص عمل سواء للمبرمجين سواء للسيكوريتي وهذا المجال طبعاً رح يكون مجال كثير كبير خصوصاً مع وصول شبكات الجيل الخامس ومع توسعها وانتشارها لأن السيكوريتي هذا العامل جداً مهم سواء كان السيكوريتي لبيت أو لمؤسسة أو لوزارة أو لأي لأي وحدة أخرى فبالتالي شبكات الجيل الخامس بعد ما تظهر وبعد ما تنتشر رح يصير في طلب كبير جداً على مجال الأمن السيبراني على مجال اللي السيكوريتي أوكي بعد هيك الآن الانفورميشن سيستمز are used by all functional areas in an organization such as marketing human resource finance and accounting library إلى آخره الانفورميشن سيستمز الآن مستخدمي في كل أقسام المؤسسات في كل أقسام الشركات فصار إلها أهمية ضخمة جداً في كل أقسام المؤسسات صار أي شخص الآن مثلاً دارس محاسبة أو دارس مالية لابد يكون عنده بعض المعرفة في الـ IT لأنه إذا اشتغل في بنك اشتغل في مؤسسة ما رح يمسك ورقه وقلم وصير يحسب بيانات الشركة والمالية والموازنة والإرادات والمصاريف لا عم يستخدمه حتى في في المحاسبة في المالية في الماركتنج في الـ HR كل الأقسام الآن عم يستخدمه الكمبيوتر عشان هيك الآن حتى الطلاب طلاب الجامعة عندنا هنا اللي عم يدرسوا في كليات مشكلة الـ IT عنده مساقات في تخصصهم مساقات كيف يتعامل مع الكمبيوتر وكيف يتعامل مع بعض التطبيقات في مجال عمله لأنه الآن كلنا عم نستخدم الكمبيوتر سواء كنت طالب كمبيوتر أنت أو طالب مش كمبيوتر يعني الآن نخذ مسال المحاسبة أو المالية أكيد الآن في البنوك أو المؤسسات العامة أو الخاصة عم يستخدموا برامج معينة للمالية في الماركتنج في التسويق في برامج معينة للتسويق كيف أنك تعمل مثلاً تسويق كيف تعمل كيف تعمل دعاية لبضاعة معينة أو لخدمة معينة كل هم عم يستخدموا الـ information system عم يستخدموا الـ IT عشان هيك الـ information systems مهمة جداً لأنها integral to your lives إنها بتكمل حياتك offer career opportunity بتوفر فرص عمل و used by all functional area إنها مستخدمة وموجودة في كل أقسام الشركات أوكي هذا الـ slides رح أحكي عنه بعدين فأنا هيك أقربت أخلصها هي الوحدة وإن شاء الله تعالى متل ما حكيت رح أعمل في ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر